اشتركوا في القناة عندما نربط أكثر من موضوع من مواضيع الفيزياء المختلفة التي درسناها بشكل منفصل مع بعضها البعض للوصول إلى جمال تناسب الفيزياء أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في مشاركة هذه الحلقات ووضع إعجابه وتعليقه لأن هذا يمثل أكبر دعم وتجشير الاستمرار والآن لنبدأ حلقتنا بسؤال وهو كيف يمكن للفوتون الذي ليس له كتلة أن يمتلك زخماً بالتأكيد هذا سؤال ممتاز لأن الإجابة عليه سوف توضح لنا كثيراً من الأمور من خلال ربط الكثير من المفاهيم مع بعضها البعض مما يعزز الهدف من هذه الحلقات ومن المنطقي جداً أن نسأل هذا السؤال لأن ما نعرفه من ميكانيكا نيوتن أن الزخم يساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته وفي نفس الوقت نعلم أن الكثير من ظواهر الفيزياء الحديثة مثل ظاهرة كومتون وظاهرة إنتاج وتلاشي الجسيمات اعتمدت على تحقيق مبدأ الحفاظ على الزخم للفوتون فكيف لنا أن نستخدم قانون حفظ الزخم في حين أن الفوتون عديم الكتلة ومعادلة نيوتن تخبرنا أن زخم الفوتون يساوي صفر اسمحوا لي أن نستعين ببعض قوانين الفيزيالي توضح الأمر نعلم أن الزخم B يساوي حاصل ضرب الكتلة M في السرعة V وهناك معادلة أخرى تربط الكتلة مع السرعة وهي الطاقة الحركية والتي تساوي نصف الكتلة M في مربع السرعة V وطالما أن الزخم وطاقة الحركة ظهر فيهما حاصل ضرب الكتلة في السرعة فإنه يمكن أن نتوصل لعلاقة تربط بينهم بضرب الطرف الأيمن لمعادلة طاقة الحركة نصف الكتلة في مربع السرعة في الكتلة والقسمة على الكتلة أي بالضرب في M على M ستصبح طاقة الحركة مساوية نصف مربع الكتلة في مربع السرعة على الكتلة ومربع الكتلة في مربع السرعة ومربع الزخم بتربية إذن طاقة الحركة تساوي حاصل قسمة مربع الزخم على 2 فيئة الكتلة حتى الآن الأمور جيدة عادلات وضعها نيوتن في زمن لم يكن أحد يفكر في الأجسام التي تتحرك بسرعات قريبة من سورة الضوء وهذا الاستنتاج الأول الذي وفره لنا نيوتن هو أن هناك علاقة بين الزخم والطاقة الحركية وهي علاقة طردية تتناسب فيها الطاقة الحركية طرديا مع مربع الزخم والمهم أن لدينا الآن معادلة فيها الطاقة في جهة والزخم في الجهة الأخرى وهذا يعني أن أي شيء يمتلك طاقة يجب أن يمتلك زخما أيضا وبالطبع ستقول ما زالت مشكلة كتلة الفوتون السفرية قائمة لذا لا أعتبر نفسي قدمت أي إجابة حتى الآن ولكني مهدت لحقيقة ارتباط الطاقة مع الزخم قد يظن البعض أن نيوتن أخطأ وأن معادلاته التي توصل إليها غير صحيحة لأنها لا تنطبق على الفوتون ولكن الحقيقة التي أود أن أقولها هنا أن معادلات نيوتن هي حالات خاصة لأجسام ذات كتل وتتحرك بسرعات بطيئة وهنا يتدخل أينشتاين الذي كان يفكر بكل شيء متعلق بالحركة بسرعات فائقة أو السرعات القريبة من سرعة الضخم وبالتأكيد سيكون له نصيب في هذه الحلقة يصاحب اسم أينشتاين معادلته الشهيرة الطاقة تساوي الكتلة في مربع السرعة دعني أقول لكم أن هذه المعادلة هي أيضا غير صحيحة تماما لأنها معادلة تفريبية تتعلق فقط بالأجسام التي لها كتلة وفي حالة سكون إنها ليست المعادلة العامة ولا تطبق على الأجسام التي ليس لها كتلة ولا تطبق على الأجسام المتحركة أيضا الآن نحن جاهزون للوصول إلى حقيقة الأمر وضعت أمامكم ثلاث معادلات وهي التي تحدثنا عنها وهي أن الزخم يساوي كتلة الجسم في سرعته والمعادلة الثانية أن الطاقة الحركية تساوي مربع الزخم على اثنين في الكتلة والمعادلة الثالثة الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء وهي جميعا معادلات صحيحة ولكنها تصب فقط الأجسام التي لها كتلة وتتحرك ببطء وهي لا يمكن أن تستخدم على حالات أخرى مثل حالة الفوتون المعادلة الأكثر شمولية للطاقة هي أن مربع الطاقة الكلية يساوي حاصل جمع الزخم في سرعة الضوء الكل تربيع والكتلة في مربع سرعة الضوء الكل تربيع هذه هي المعادلة العامة والتي تنطبق على كل الأجسام التي لها كتلة والأشياء التي ليس لها كتلة والأجسام التي تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء وأيضا الأجسام الساكنة دعونا نجرب على حالات خاصة وردت قبل قليل بمعنى دعونا أن نرى كيف تعمل حالة الفوتون وحالة الأجسام الساكنة لنبدأ مع الفوتون ولأنه لا يمتلق كتلة فإن الحد الثاني من الطرف الأيمن للمعادلة يصبح مساويا للصف وتصبح معادلة الطاقة العامة في صورتها الخاصة بالفوتون هي أن الطاقة تساوي الزخم مضروبا في صورة الضوء وهنا يتضح لنا مرة أخرى أن هناك علاقة بين الطاقة والزخم وأن الفوتون يمتلك زخما ويساوي الطاقة على سرعة الضوء وإذا كان الجسم ساكنا فإن زخمه سيكون صفر مما يعيدنا إلى معادلة أينشتان الشهيرة الطاقة تساوي الكتلة في مربع السرعة لذا علينا دائما عندما ننظر لأي معادلة في الفيزياء أن نقول هل هناك قيود عليها فتكون معادلة لحالات خاصة أم أنها معادلة عامة؟ وإذا كانت معادلة خاصة فعلينا أن نعرف شروط استخدامها نستنجج من ذلك أن معادلة نيوتن الزخم يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة لا تنطبق على الفوتون الذي ليس له كتلة وبالتالي الاعتماد على معادلة الزخم لنيوتن للاستدلال على أن الفوتون لا يمتلك زخما هو استخدام في غير محله لأنها معادلة وضعت لحالة خاصة لم تكن مخصصة للفوتون أريد أن أنوه أيضا لأمر مهم وهو أن معادلة طاقة الحركة التي نعلم أنها تساوي نصف حاصل ضرب الكتلة في مربع السرعة هي معادلة تقريبية من معادلة أكثر تعقيدا لطاقة الحركة والتي تعطى بالعلاقة التي تظهر أمامكم والتي منها نستطيع تقدير طاقة الحركة للأجسام التي تحرك بسرعات مخفضة جدا إذن المعادلات توضح أن هناك علاقة بين الطاقة والزخم وأن الجسم الذي يمتلك طاقة يمتلك زخما أيضا بعد أن وضحت المعادلات أن الفوتون يمتلك زخما أود أن أقول أن الفوتون هو نوع خاص جدا من الأشياء إنه مختلف جدا عن كل شيء ونحن نعرف أن الفوتونات لها طاقة وهذا صحيح ومثبت عمليا وأكبر دليل هو الظاهرة الكهروضائية حيث أن طاقة الفوتون قد زودت إلكترونات سطح المادة بطاقة لتحريرها وكلما زادت طاقة الفوتون زادت طاقة حركة الإلكترون وكذلك في ظاهرة كومتون عندما تعاملنا مع تصادم الفوتون مع الإلكترون الحرب كأنها مسألة تصادم وحققنا فيها قوانين الحفاظ على الطاقة والزخم فإذا كانت الفوتونات تمتلك طاقة فهذا يعني أنها تؤثر على أي شيء وبالتالي تغير حالته الحركية وهذا هو الزخم لذلك بما أن الفوتونات تؤثر على الأشياء الأخرى من خلال طاقتها فإنه من الطبيعي تماما أن تقول أن الفوتونات تمتلك زخم وهذا الموضوع يفتح لنا فكرة لحلقة جديدة من حلقات تبسيط مفاهيم الفيزياء وهو مبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة وقبل أن نختتم هذه الحلقة أعتقد أن الرسالة الأهمة التي نخرج بها من هذا الفيديو هي أن معادلات الفيزياء تنطبق فقط في حالات معينة وإذا حاولت استخدامها لحالات أخرى فسوف تلتبس الأمور عليك الفيزياء جميلة بكم ولا يكتمل جمالها إلا بفهمها فإن كان هناك أي استفسارات أو ترغبون في طرح المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع فلا تتردد في الكتابة في خانة التعليقات وفي النهاية إن أعجبك الفيديو نتشرف بانضمامك للقناة ومشاركة الحلقة والإعجاب بها والتعليق عليها موعدنا مع الحلقة القادمة وحتى ذلك الوقت أستودع أقم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة